بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس القيروان النموذجية ترحب بكم الصف الخامس الأساسي المادة اللغة العربية الوحدة بعنوان التفكير في العواقب ودرسنا لهذا اليوم بعنوان حل التدريبات اللغوية للمعلمة أو إعداد المعلمة جمانطها نبدأ سويا حل تمارين المراجعة لكن قبل حل تمارين المراجعة دعني عزيزي الطالب أستذكر معك بعض قواعد اللغة العربية التي وردت معنا في الصف الرابع وهي مهمة جدا بداية قاعدة إن وأخواتها إن وأخواتها هل تذكرها؟ إن وأن وليت ولعل ولكن وكأن ممتاز أحسنتم هي أحرف مشبهة بالفعل تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبرها هل تذكرون الأنشود التي تعلمناها في الصف الرابع؟ نمتاز جميل جدا انظر إلى المثال التالي الماء عذب هذه جملة اسمية من مبتدأ وخبر المبتدأ فيها مرفوع بالضم والخبر فيها مرفوع بتنوين الضم أضف أو أدخل عليها إن أو إحدى أخواتها إن أو أنا أو ليت أو كأن أو لكن أو لعل أي واحدة منهم نقول إن الماء ركز كانت الماء أصبحت مع إن الماء عذب إن حرف نصب يفيد التوكيد الماء اسم إن منصوب بالفتحة وعذب خبر إن مرفوع بتنوين الضم أحسنتم رائعين من أخوات إن إن وأن تفيدان التوكيد مثال إن السماء صافية أنا أؤكد أن السماء صافية ولا أتشكك في ذلك علمت أن الفرج قريب يقيني و متأكدة بأن الفرج سيكون قريب تمام ممتاز إذن هي تفيد أو هما تفيدان التوكيد إن وأن تابع معي لعل تفيد الترجي مثال لعل الله رازقنا لعل الله رازقنا ليت تفيد التمني مثال ليت السماء صافية أنا أتمنى أن تكون السماء صافية لكن تفيد الاستدراك مثال الماء قليل لكن الرجل شديد العطش الرجل شديد العطش كأن تفيد التشبيه كقولنا كأن الفارس أسد كأن الفارس أسد هذه بالنسبة إلى أخوات إنا أو إنا وأخواتها تابع معي وتذكر أيضا القاعدة التالية هل تذكر قاعدة المفعول لأجله؟ ممتاز هو اسم منصوب؟ يأتي في الجملة الفعلية تابع لماذا؟ اسمه لأجله لأجله حتى نبين السبب الذي من أجله وقع الفعل أقول مثلا فتحت أمي النافذة لماذا؟ تجديدا للهواء أو تهوية للغرفة أطعت الله رغبة في الجنة أنا أطعت الله لكن ما السبب الذي جعلني أطيع الله سبحانه وتعالى؟ رغبتي في الوصول إلى الجنة الرغبة في الوصول إلى الجنة تمام إذن هو اسم منصوب يأتي في بيان السبب الذي من أجله وقع الفعل ويعرب منصوبا بالفتح منصوب بالفتح يسأل عنه باسم الاستفهام ما هو اسم الاستفهام المخصص للسبب؟ ممتاز لماذا؟ لماذا؟ دائما بعد المفعول لأجله يأتي شبه جملة تابع أو ركز معي نقول مثلا قاتلنا العدوة رغبة بالانتصار رغبة مفعول لأجله منصوب بتنوين الفتح أما بالانتصار البق حرف جر والانتصار اسم مجرور المقصود بشبه الجملة حرف الجر والاسم المجرور حرف جر واسم مجرور رغبة مفعول لأجله تمام تابع معي الآن لنتذكر قاعدة أخرى هل تذكر؟ دخل الطالب الصف مبتسما ما هو حال الطالب عندما دخل إلى الصف؟ مبتسما أحسنتم إذن مبتسما ماذا تعرب؟ حال هي عبارة عن حال طيب هي حال لكنها بالدرجة الأولى من أي نوع من أنواع الكلمات هي؟ اسم أم فعل؟ اسم ممتاز إذن هي اسم يأتي في الجملة الفعلية لماذا؟ آها لبيان الحال الذي كان عليه الفاعل عندما وقع الفعل عندما وقع الفعل أي عندما جاء الطالب وقع فعل المجيء أو دخل الطالب الصف وقع فعل الدخول كيف كان حال الطالب الذي هو الفاعل؟ مبتسما مبتسما أحسنتم انظر إلى كلمة مبتسما ماذا ظهرت عليها؟ أحسنتم تنوين النصب تنوين النصب أو ما يسمى بتنوين الفتح طيب إذا أردت أن أسأل عن الحال فماذا أقول؟ كيف كيف دخل الطالب إلى الصف مبتسما أو كيف كان حال الطالب عندما دخل إلى الصف مبتسما نقول هو اسم منصوب يأتي لبيان حال الفاعل لحظة وقوع الفعل ويعرب منصوبا بتنوين الفتح ويسأل عنه باسم الاستفهام كيف مثال على ذلك شرح المعلم الدرسة واقفا ما هو إعراب واقفا؟ حال منصوب بتنوين الفتح أو النصب حال منصوب بتنوين الفتح أو النصب دعنا نبدأ بحل التمرين الأول من تمارين المراجعة نقول املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي مبتهجا ولعل ومتحدة والجوة وتجديدا لاحظ بعض الكلمات أو معظم الكلمات محركة بآخرها حركة آخرها ستعاوننا كثيرا في وضع أو في حل التمرين نبدأ معا إن فراغ اليوم معتدل إن حرف نصب لابد أن نأتي بإسم إن إسم إن لابد أن يكون منصوب ابحث عن إسم منصوب ابحث عن إسم منصوب الجوة منصوب بالفتح أحسنتم إن الجو اليوم معتدل ليت الأمة العربية أريد خبرا خبر ليت خبر ليت لابد أن يكون مرفوع بتنوين الضم متحدة أحسنتم متحدة لعل الفرج قريب هنا وضعنا حرف توكيد نصب يفيد الترجي حرف نصب يفيد الترجي عفوا وليس توكيد هنا حرف نصب يفيد الترجي افتح أو أفتح نافذة الغرفة تجديدا للهواء تجديدا هنا مفعول لأجله منصوب بتنوين الفتح أحسنتم سلم محمد على صديقه مبتهجا مبتهجا حال إذن حال منصوب بتنوين الفتح أيضا تابع معي عزيز الطالب طبعا التمرين الذي يليه وقبل ذلك لابد أن نتذكر الأسماء الموصولة مجموعة من الأسماء تحل محل الإسم في عملها وتستخدم للوصول بين الجملة أو للوصل عفوا بين الجملة والجملة وصنفت من قائمة الأسماء لأنها تعامل نفس معاملتها يعني نفس معاملة الأسماء فمنها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع انظر إلى هذا الجدول جيدا صنفنا قسمين مذكر ومؤنث ثم صنفنا المفرد والمثنى والجمع نقول في المفرد المذكر الذي في المفرد المؤنث التي في المثنى المذكر اللذان في المثنى المؤنث نقول في جمع المذكر أو جماعة الذكور نقول ركز جيدا بطريقة كتابة الذين والذين انتبه جمع المؤنث اللواتي أو اللاتي نبدأ معا بحل التمرين الثاني في الصفحة الحادي عشرة ونقول املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي الجميع هو أسماء موصولة عاد أخي حسنتم الذي يدرس في الخارج من السفر انظر عاد أخي يدرس في الخارج جملة لجملة ما الذي وصل بينهما؟ الذي الذي أكملت المعنى ووصلت بينهما أقدر عمل الممرضات يسهر على راحة المرضى ممرضات جمع إذن ماذا يجب أن نضع؟ اسم موصول يناسب الجمع اللواتي اللواتي أحسنتم أعجبتني القصيدة اسم مؤنث مفرد التي قرأها زميلي في الإذاعة المدرسية ليث وعلى هما اللذان فازا في المسابقة اللذان هما مثنى أو ليث وعلى اثنين مذكر إذن لا بد أن نستخدم لهما اسم موصول للمذكر المثنى رأيت المهندسين جمع مهندسين جمع مذكر سالم الذين يشرفون على المشروع أحسنتم رائعين تمام ننتقل الآن إلى استذكار جديد من قواعد اللغة العربية الواردة معنا في الصف الرابع والمهمة جدا وهي أسماء الإشارة أسماء الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء ومنها ذلك وتلك وأولئك هذه مجموعة أسماء إشارة تستخدم للإشارة بها إلى شخص معين وصنفت من قائمة الأسماء لأنها أيضا تعامل نفس معاملة الأسماء أحسنتم يوجد منها مذكر يوجد منها مؤنث يوجد منها مفرد ومثنى وجمع ومنها ما يستخدم للإشارة إلى القريب ومنها ما يستخدم للإشارة إلى البعيد نقول هذا هذه هذان هاتان هؤلاء للإشارة للقريب بينما ذلك تلك أولئك للإشارة للبعيد تابع معي هذا طالب مجتهد وهذه طالبة مجتهدة وذلك طالب مجتهد وتلك طالبة مجتهدة انظر إلى الجدول المرسوم أمامك يبين لك المذكر والمؤنث من أسماء الإشارة في الحالات المفردة والمثنى والجمع هذا للمفرد المذكر وهذه للمفرد المؤنث هذان وهذين مذكر مثنى مذكر وهاتان وهاتين مثنى مؤنث هؤلاء لجمع المذكر وأيضا هؤلاء لجمع المؤنث ولا تنسى إسماء الإشارة تحتوي على ألف تلفظ ولا تكتب تلفظ ولا تكتب ابدأ معي بحل التمرين الثالث في الصفحة الثانية عشرة املأ الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي هذا وهذه هذان وهاتان وهؤلاء فراغ الفتاة مجتهدة ممتاز الفتاة مؤنث مفرد إذن لابد أن أستخدم لها هذا إن فراغ الطلبة مميزون إن الطلبة مميزون ممتاز أحسنتم جمع لذلك يجب أن أستخدم لهم هؤلاء فراغ معلمتان نشيطتان مثن مؤنث إذن هاتاني هاتاني الطفل من ذاك الأسد أو الشبل عفوا من ذاك الأسد الشبل من ذاك الأسد إذن هذا الشبل من ذاك الأسد هذا الشبل من ذاك الأسد أخيرا أمامك واجب أكتب جملا تحتوي على اسم إشارة وسم موصول وإعرب هذه الجمل جيدا أمامك لعل الرجل فقير وانتظر الولد صديقه واقفا ودعوت الله طلبا لرضاه أمامك مجموعة من الجمل لعل الرجل فقير وانتظر الولد صديقه واقفا ودعوت الله طلبا لرضاه اعرب هذه الجمل إعرابا تاما أما الواجب الأول أمامك أن تكتب جملا تحتوي على اسم إشارة واسم موصول جملتين جملة تحتوي على اسم إشارة وجملة تحتوي على اسم موصول إلى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم إلى أن ألقاكم في درس جديد دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر